أنماط النظام الإداري التعليمي يوجد ثلاثة أنماط من أنظمة النظام الإداري على مستوى العالم إما أن يكون نظام مركزيين أو نظام لا مركزين أو نمط الثالثين ما بين النظام المركزي والنظام اللامركزي في هذه النقطة سنتحدث عن النظام المركزي بالإشارة إلى مزاياه وعيوبه فنقول أن النظام المركزي النظام تنحصر فيه الصلاحيات في المستوى العليا ولا تفيض الصلاحيات إلى المستوى الإدارية الدنيا ويكون دور المسؤولين بقرأة تنفيذ ما تصدره الإدارة العليا إذن هذه الثلاثة أنماط النظام الثاني النظام الإداري المركزي النظام الثالث النظام الذي يقمع بين النظام بين المركزي واللا مركزي سنتحدث عن النظام المركزي بالإشارة إلى أنه نظام تنحصر في الصلاحيات في المستويات الإدارية العليا ولا تفويض الصلاحيات إلى المستويات الإدارية الدنيا ويكون دور المرؤسيين كما سلفت مقرد تنفيذ ما تصدره الإدارة العليا توجد أربع مميزات للنظام المركزي الميزة الأولى تتمثل بتحقيق الوحدة والفاعلية الميزة الثانية تتعلق بتحقيق العدالة والمساواة في تمويل التعليم الميزة الثالثة تتحقق من خلال الأمن الوظيفي مثلاً إذا انتقل شخص من منطقة إلى منطقة أخرى يستطيع أن يستمر في وظيفته في حالة النظام المركزي ويصعب ذلك في حالة النظام المركزي النقطة الرابعة لها علاقة بتحقيق اتصاد في النفقات التعليمية لأن معظم الإدارات تتركز على مستوى مركزي بينما في الإدارة المركزية يكون هناك نسخ للإدارات أو إدارة متماثلة على مستوى المناطق وعلى مستوى المحافظات إذن هذه أربع مميزات للنظام المركزي نقولها على سريع تحقيق الوحدة والفاعلية تحقيق العدالة والمساواة في تمويل التعليم تحقيق الأمن الوظيفي تحقيق اقتصاد في النفقات لكن هل تقضي عن عيوب لهذا النظام المركزي؟ نعم تقضي عن عيوب للنظام المركزي ممكن ترخص ما في عيبين أساسيين هذه الأول عيب هو تأخر العمل نتيجة لإشترات الإدارة المركزية بأنها هي التي تعطي حق القرارات ولأن السلطة هي متركزة في المستوى الأعلى العيب الآخر يتمثل بتشابه المخرقات التعليمية لأنه يتم التخطيط بمستوى موحد وبالتالي تتشابه المخرقات التعليمية في كل المناطق برغم اختلاف الظروف في البلد الواحد النظام الثالثي هو النظام اللامركزي في التنظيم اللامركزي تفوض المناطق التعليمية والمحافظات بالصلاحية اللازمة لتخطيط وتنفيذ العملية التعليمية حيث يأخذ باختلاف البيئات توجد أربع مميزات لهذا النظام اللامركزي أول ميزة يساعد على حل المشكلات التعليمية المحلية ثاني ميزة يؤدي إلى رضاء المعلمين والعاملين في المدرسة الميزة الثالثة يشجع على إبداع ويراعي التنوع والاختلاف في الظروف ويساعد على النمو المهني من خلال عملية التدريب طيب هل النظام اللامركزي يخلو من العيوب؟ لا برضو يعني النظام اللامركزي لديه عيوب من ضمن هذه العيوب سنشر إلى ثلاثة عيوب للنظام اللامركزي أول عيوب الإزدواجية في إنجاز المهام كما أصلافت بأنه يعني في النظام اللامركزي تتعدد الوحدات الإدارية على مستوى الوزارة وعلى مستوى المنطقة وعلى مستوى المحافظات وبالتالي يحدث إزدواجية في إنجاز بعض المهام كما يتم استغلال الصلاحيات المفوضة في اتخذ قرارات غير رشيدة على كل يعني البلدان اللي يضعف فيها الكوادر المؤهلة يفضل أن تكون لديها نظام مركزي لكن الصلاحيات عندما تفوض الصلاحيات للمستوى الدنيا وعدم توفر الكفاءات المناسبة ممكن يعني تتخذ هذه الصلاحيات يعني أو تتخذ قرارات غير رشيدة يعني السلبية الثالثة هي قصور في العدالة والمساواة في في الانفاق على التعليم النظام الثالث اللي يجمع بين المركزية واللمركزية ويعتبر من أفضل الأنظمة لأنه ياخذ بمميزات النظام المركزي وياخذ بمميزات النظام اللامركزي وبالتالي يتقنب سلبيات النظام المركزي وكذلك سلبيات النظام اللامركزي والمملكة تقريبا تقمع يعني تميل إلى النظام الثالث اللي يقمع بين المركزية واللا مركزية وخلال يعني السنوات الماضية اعتدت في اكثر من مرة صلاحيات لمدارع المدارس والمسؤولية لإدارة التعليمية من المستوى المركزي وحاولت ان تيسر كثير من الامور وبالتالي حتى الخطاط الخمسية التي تضعها هي تستند على احتياجات محلية وتبدأ من المحاضات في المناطق وبالاخير تشكل خطة عامة للتعليم هذه هي اهم الاضمة التعليمية الثلاثة قرناها على عجالة هناك عوامل مؤثرة في المركزية واللا مركزية نشر الى هذه العوامل بشكل سريع من ضمن هذه العوامل التي اذا هو مفهوم الدولة السياسية يعني مفهوم الدولة السياسية هو اللي يعكس نفسه على تبني اللا مركزية فبعض الدول ترى ان نظام الإدارة المركزية بالتعليم يؤدي الى احتكار التعليم والسيطرة عليه وتحقيق ادافه ومن هنا تستخدم النظام الإداري المركزي لإكساب المواطني نمط موحد من التربية والثقافة بهدف تحقيق الوحدة الوطنية بعكس الدول التي تؤمن بالتنوع فإنها تستخدم النظام اللامركزي في إدارة شؤون التعليم إيمانا منها بحرية الاختيار وقيمة الفرد وتباين القدرات والاستعجاجات إذن مفهوم الدول السياسي يؤثر على نظام إدارة التعليم إما تبني النظام المركزي أو النظام اللامركزي العامل الثاني هو قدرات النظام التعليمي كلما كانت قدرات النظام التعليمي محدودة والكوادر المؤهلة محدودة أيضا تحب أن تركزها على المستوى المركزي في الوزارة وبالتالي تتبنى النظام المركزي وبالعكس إذا كان الدولة فيها من الكفاءات الشيء الكثير وبالتالي تضمن أن يكون عندها كفاءات مؤهلة وقادرة على اتقاذ قرارات رشيدة فإنها تعطي صلاحيات للمناطق والمحافظات أو للمستوى المحلي العامل الثالث طبيعة العمل وأسالبه يعني طبيعة العمل يعني يفرض أن تتبع المؤسسة النظام المركزي أو النظام اللامركزي فالعمل الذي فيه استقرار يناسبه النظام المركزي في حين يناسب العمل الذي يتصف بالتغير السريع النظام اللامركزي كذلك الأساليب المستخدمة في تنفيذ العمل فإذا كانت موحدة لجميع الوحدات فإن النظام المركزي يكون أنسب أما إذا كانت مختلفة من وحدة إلى أخرى فالنظام اللامركزي يكون أكثر فعالية حقم المؤسسة يكون النظام الإداري اللامركزي ملائم في المؤسسات الكبيرة لزيادة عدد العامل في المؤسسة وزيادة عدد المستوى الإدارية يرافق زيادة في عدد القرارات من هنا يكون النظام اللامركزي أكثر ملائمة حيث يخول العامل في المستوى الإدارية دون اتخاذ بعض القرارات وكنما زادت أهمية القرار زاد الميل لاتخاذه من المستوى الإداري الأعلى في المؤسسة وهذا يعني الزيادة المركزية إذن أهمية القرار أهمية النتائج التي توقعها من هذا القرار يمال على أساس أنه يتطلب مثل هذا القرار على مستوى مركزي هناك مقترحات لتطوير نظام الإدارة التعليمية من ضمن هذه المقترحات التوقف نحن التعليم نحن الطابع المركزي وذلك من خلال تفويض السلطة من المستوى العليا الوزارة إلى المستوى الوسطى المتوثلة في إدارة التعليم على أن صاحب هذا التفويض إعادة تنظيم إدارة التعليم لإستعابة السلطات والمسؤوليات القديدة المقترحة الثانية الحد من تضخم الهيكل التنظيمي واتساع حيث لاحظنا الإدارة المركزية في التربية والتعليم عارضة الهيكل تجتمل على عدد من الوحدات والمستوى الادارية يختص منها بمهام معينة ونظراً لمركزية الإدارة بات اتساع الهيكل التنظيم وقلشة يعيق الإدارة من القيام بمهامها الإدارية والإشرافية المختلفة إلا من خلال عدد كبير من الموظفين كسر حدة هرمية التنظيم فالإدارة المركزية تبدأ بالوزير واتبعهم مباشرة نائماً ثم ووكلات وعدة مكاتب ومجالس ولقالة رئيسة واتبع الوكل كل عدد في عدد من الوكلاء المساعدين وللوكلاء المساعدين مدراء الأقسام ثم مساعدهم أو بوكلهم ثم الأقسام التي تتبع هذه الإدارة بهذا تصل المستويات الإدارة إلى 6 مستويات وقد صاحب الاتساع الرئيسي بالهرم لدي التساع في قاعدة الهرم إلى أن الصلاحية التي تعطى للوحدات الإدارية تبقى مركزية ضمن القطاع الواحد فسلطة القرار منوطة برئيس الإدارة والاتصال يتم عادة بين الوحدات الإدارية بصورة عمودية عن طريق رؤساء الإدارات وحتى يكون النظام الإداري فعلاً يلزم كسر حراميات التنظيم الإداري المقترح الرابع عدد للنظر في الوصف الوظيفي معظم الوصف الوظيفي للوظائف الإدارية والفنية في النظام التعليمية التربوية التقليدي يقوم على أساس المدخلة فيقرر في بعض الوظائف قيام الموظف الإشراف على عدد من الموظفين ومراقبة عمليات معينة ويتم تقوم الموظفين على أساس استخدامهم لموارد التنظيم وتقيدهم باللواح المنظمة وليس على أساس مساهمة الموظف في تحقيق أهداف التنظيم لأن أهداف التنظيم غير واضحة ومحددة بشكل كافي وهذا ينعكس سلباً على عمل الموظفين ومستوين جازهم ويفضل أن يكون الوصف الوظيفي مبني على المخرجات الوظيفية حتى يكون أكثر فعالية المخترح الخامس هي معلقة التضخم الوظيفي والتضخم الوظيفي عدد الموظفين في الإدارات المسؤولة في التربية التعليم يصاحبه أيضاً خلال في توزيع هذه الوظائف على الوحدات الإدارية من ناحية عدد العامل واختصاصاتهم هذا التضخم في عدد الموظفين يحدث رغم ما تقوم به معظم الإدارات شروطه وقواعد تحدد شاغلية هذه الوظائف بمعنى المؤهلات المطلوب توفرها في عدد منعياً في الوظائف وأسالي بالاختيار والرفع عالية المؤسسات التعليمية جمع علاقة التضخم الوظيفي من خلال رفع كفاءة الموظفين وإزالة الازدواجية في إنجاز الأعمال إضافة إلى العناية بالوصف الوظيفي